المستشارة الألمانية أنجلا ماركل يهمها في قضية اليونان أن تؤكد على أن فشل المفاوضات لا يتعلق بتقديم مئات الملايين من اليورو بل بقيام الاتحاد الأوروبي ومبادئه القضية كانت ومنذ بداية أزمة اليونان قضية مبدأ إذ أن أوروبا تجمعها قواسم مشتركة وهذا ما يجعلها اتحاداً قانونياً ويجعلها تتقاصم المسئولية جوهر هذا الاتحاد القانوني والمسئوليات المشتركة هو القدرة على إيجاد حلول وسط وتقديم تنازلات فاليونان لا تختلف عن ألمانيا وفرنسا وبقية الدول الأخرى أما المعارضة فتحمل بريكسل المسئولية وترى أنها تطلب من الحكومة اليونانية ما هو أكثر بكثير من مجرد تقديم تنازلات عندما تقدم المساعدات بغض النظر عن طبيعتها فلا بد من وضع شروط لضمان التستيد طريقة التستيد هذا يجب أن يحددها برلمان وحكومة البلد المعني فقط وليس الترويكا التي كانت صاحبة القرار على مر السنين الماضية وهذا كان خطأ جسيما ولا يزال ماركل تريد انتظار نتيجة الاستفتاء في اليونان قبل بدء مفاوضات جديدة وتتهمها المعارضة بأنها تأمل أن تكون النتيجة هي التصويت بنعم ما يعني سقوط حكومة اليسار اليونانية ترجمة نانسي قنقر